أكدت الأمم المتحدة نجحها في توسيع النطاق توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة شمال غزة وفي أنحائها في اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحمس وأفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن وكلات الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية وزعت أكثر من ألف طن من المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك على أربعة ملاجئ تابعة للأونروا في مخيم جبلية شمال غزة بالإضافة إلى توزيع مساعدات أخرى شملت خياما وماء على مواقع مختلفة بالإضافة إلى توصيل 164 طن متريا من الإمدادات الطبية إلى المستشفى الأهلي في مدينة غزة